مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال التقصيد طلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي إذن بدأوا نشرتنا الجوية مشاهدينا الكرام بالوضعية المرتقبة هاليوم الجمعة بإذن الله استقرار جوي رح يكون في الموعد سحب من النوع العالي والمتوسط لكن احتلاش تدريجيا بعض الظاهرة بإذن الله رح يبقى إذن استقرار جوي الشمس ستكون في الموعد على مختلف ربوع الوطن بعض الصحي من النوع العالي والمتوسط إلى أجواء انقدر نقوده نوعا ما ملبدة بوسط الصحراء على عين صالح ذوب عمليات الحيطة والحذر على جانت بالنسبة لدرجات حرارة مشاهدينا الكرام لنهار اليوم يبقى إرتفاع محسوس في درجات الحرارة مشاهدينا على الولايات الصحرية الوسطى داخلية ولاية الهضاب العليا وهذا ناتج إلى مرتفع جو بيدره في الموعد هو المرتفع الأوزوري محمل بدرجات حرارة عالية حق 30 درجة مئوية على الجزاء العاصمة وضوحيها نفس المقياس على عنابة تنخفض بمقياس درجتين مشاهدينا الكرام على وهرن على مصط غانم على سعيدة على بلعباس 120 درجة مئوية نفس المقياس على تلمسان على نضرومة الحق 30 درجة مئوية على البيض مشهرية ونعامة بالنسبة للولايات الصحرية درجة الحرارة تلحق 13 حتى 29 درجة مئوية على أبواب الصحرى تنخفض مقياس درجة وحيدة بوسط الصحرى ودن 30 درجة بأقصى الجنوب برج مجي مختارة عن قزام معين أزواء وأباليسا مشاهدينا الكرام إذن للملحة والصيد البحري البحار سيكون مضطر بهاج خاصة على سوحي تنس دلس حتى المرصى بالمهيد قليل اضطراب على سوحي الوسطى والشرقية اتجاه ترياح مشاهدينا الكرام إذن ستكون مختلفة شمالية تماما على سوحي القانا القالة أقول شمالية شرقية على سوحي العوانة جيجل إذن تعود ترجع بإذن الله الجنوبية تماما على سوحي تنس دلس وشمالية على سوحي المرصى بالمهيد مشاهدينا لنحقنا الختام مع نشاطكم الجوية نهى اليوم الجمعة 21 أكتوبرا 2022 إذن الغروب سيكون على ساعة 6 دقائق مثلا ما بقى نغير قلكم مشاهدينا جمعة مباركة قوار خير تلاف رحتكم اشتركوا في القناة